اهلا بكم بعد خمس سنوات عقيمة وبعد مرحلة عصيبة مرة منها خلال الموسمين الماضيين عاد فرق الوداد البيضاوي ليعزف على نغمة التألق والتوهجة اجتهد فانال النصيب بتتويج هو الثامن عشر في تاريخه ظروف كثرة ساهمت في هذا التتويج قيادة ويلزية في شخص ومدربينه صالة وجالة في الملاعب العالمية أبرزها النادي الملكي ريال مادريد آخر لقب للرجل كان سنة 98 تسعمائة وألف رفقة بشكتاش التركي وبعد سبعة عشر سنة من الغياب عن التتويجة عاد جونتوشاك لمعانقة الألقاب من خلال تجربة إفريقية عربية من خلال بوابة فريق الوداد البيضاوي جونتوشاك مرحبا بك إذن تفوزنا بأول لقب خارج الضيارة الأوروبية أولا قبل ذلك هنيئ لكم بهذا التتويج باللقب الثامن عشر من خلال البطولة الاحترافية شكرا شكرا جزيلا لقد كان ممسيما صعبا نعم قبل الحديث بالتفصيل عن أسباب النجاح وعن أسباب هذا التتويج أولا كنت تتوقع الفوز بالبطولة الوطنية عندما حدرت بالمغرب وعلمت بالمشاكل التي عاجها الفريق الودادي خلال الخمس سنوات الأخيرة منذ آخر لقب لهم تحدثت إلى لعبين السابقين مثل جمال السلامي ونورتي نايبت حيث سبق لهم اللعب تحت إمرتي من قبل وإثنين قال لي لو أنهيت الموسم في المركزين الثاني أو الثالثة سيكون إنجازا كبيرا بالنسبة لي لكني كان لإحساس منذ البداية بأن الوداد قادر على الفوز باللقب وهذا ما حققناه كما قلت كان موسم شاق وصعب يعني في أي وقت أو أي لحظة أو أي دورة تضح لجون توشاك الفوز باللقب البطولة الاحسينة فيها حصلنا على الصدارة في وقت مبكر من الموسم بعد خمس مباريات أننا في قيمة الترتيب وحافظنا على الصدارة في قيمة الموسم عانينا من إصابة الحارسين خلال بعض المراحل البطولة كانت هناك ثلاث مباريات إنهزمنا فيها خارج الميدان وداخلها والخلاصة واجهنا المشكل وبالتالي لم نستغل تعطر منافسينا بعد ذلك حققنا للعلاقة وتفوقنا في ثماني مباريات من أصل عشر مباريات الأخيرة عشنا بعض المشاكل في مباريات الثلاث التي أصيب فيها لاعبنا وبعد ذلك تدركنا الموقف وبالتالي نستحق اللقب كما قلنا سيد التوشاك هي تجربة أولى لك تجربة إفريقية عربية رفقة الوداد البيضاوي صلت وجلت وذربت مجموعة من الأندية العالمية كما قلنا تجربة أوروبية من خلال ريال مادريد بشكتاش التركي في البطولة الإنجليزية في البطولة البرتغالية الآن تدرب في المغرب في البطولة مغربية هل من مقارنة يمكن استخلاصها بين التجربات الأوروبية والإفريقية بدءاً ببدء لو تحدثنا عن المنافسة في حد ذاتها فقد عانيت بعض المشاكل في تنظيم إذ لم نلعب ولو مباراة واحدة طيلة شهر كانت وهذا الأمر لا يمكن أن يحدث في دوريات مثل الدور الإسباني هناك اختلافات على مستوى جودة الملاعب مقارنة بملاعب كل مدار بيضاء مراكش أجادير والريبا وهذا وضع من المستبعى أن تجده في دوريات محترفة وبالتالي فالبنية التحتية في بعض المدن يجب تحسينها أما على مستوى الدعم الجماهيري فمسندة جمهور الودادي كانت رائعة للغاية لم أعينها لا في مدريد ولا في تركيا حيث كان الأمر رائعا أن تجاهد 77 ألف متفرج في كل مباراة طيب سيدة توشعك إشرافك على تدريب الوداد البيضاوي وعدوه الخروج الأول من القارة الأوروبية هل كان لديك أو تلقيت عروض من قبل ذلك من طرف بعض الأندية العربية أو الإفريقية؟ لم أتوصل بأي عرض من فرق مغربية غير الوداد كان لعرضين من أوروبا لكنني رفضتهما ثم جاءت الفرصة لأزور المغرب وأتحدث للمشرفين على الوداد سمعنا عن عروض خليجية تلقيتها من قبل لا لم أتوصل بأي عرض من هناك هناك دائما أشخاص من محيط الأندية يتحدثون عن إمكانية التحاقد مع هذا المدرب أو ذاك في السعودية توصلت باتسارين هاتفيين في هذا الصدد لكن لم يكن هناك أي عرض رسمي وعندما تكلمت مع مسؤول الوداد وجدت أن القلعة الحمراء مكان مناسب بالنسبة لي وأنا سعيد كون الأمور صارت على ما يرى طيب غير ذلك ما الذي أقنع تشاك لتدريب في المغرب وبالضفط في مدينة الدار البيضاء من خلال بوابة الوداد البيضاوي سبق لي زيارة مدينة الدار البيضاء قبل خمسة عشرة سنة وكانت مناسبة لي لمشاهدة دير بالوداد والرجاء أتذكر حينها الأرواء الحماسية الدار البيضاء مدينة تحت بالاعتمام بغض النظر عن كورت القدم هي مدينة مليئة بالحياة وشاطئية وهذا هو الشيء الذي أهواه حيث اعتدت دائما العيش في مدن ساحلية في لا كورونيا مثلا أو إسطنبول فبغض النظر عن كورت القدم استمتعت بالحياة في الدار البيضاء وأؤكد اليوم أن قرار مجيئي إلى الدار البيضاء كان صائبا كما قلت دون توشاك عرفت دير بالدار البيضاء شاهدت دير بالرجاء والبيضاء البيضاء الآن عشت تجربة الدير بالدار من خلال جريبتك كمدرب لأول مرة فرق بين مشاهدة الدير بالخارج المغرب والإشراف والدخول في هذه التجربة من خلال دير بالدار البيضاء كما قلت يمكن لي أن أؤلف كتابا حول الديربيات الريال والبارسا ديربي الباسك الأكليتكو وريال سوسيداد ليفربول وإيفرتون حيث لعبت هناك ليون وسان تيتين ديربي إسطنبول وكانتا ساراي وربما الأقرب إلى الديربي البيضاوي هو ديربي إسطنبول وبشكتاش هناك حماس كبير فالأجواء التي تسبق المبارات تجعل اللاعبين تحت ضغط كبير وديربي الرجاء والوداد يبقى مختلف تماما عن باقي الديربيات التي شاهدتها من قبل تحدثت عن بعض الديربيات العالمية تحدثت عن الدورية التوركية من خلال نادي بشكتاش آخر تتوج لك كان مع هذا الفريق كان سنة 1998 منذ ذاك الوقت لم تتوج بأي لقب إلى اليوم فقط الوداد البيضاوي شعور جون طوشاكو أن تتضيف إلى رصيدك اللقب آخر من خلال البطولة المغربية هذا منجد عندما حللت بالمغرب عرفت أن الوداد فريق كبير لديه إمكانيات لإحراط الألقاب فمنذ البداية أطرت لانتباه اللاعبين أنه لا يمكن أن ننهي الموسم في المركزين الثاني أو الثالث وأكدت لهم ضرورة الفوز باللقب لقد فوزت بلقب البطولة رفقة ليفربول كلاعب وكمدرب مع ريال وهذا قمة ما يصف إليه أي مدرب الفوز باللقب منحني شعورا بذاتيها وهو نفس الإحساس الذي عشته مع سوسيداد وليفربول وبشكتاش والريال برد المنتخب الوزي ستة أعوام ومقدمي لسنوات الآن أعود لتتويج رفقة نادين وهو الشيء الذي ابتعدت عنه مدة كوية ويعد شيئا مهما بالنسبة لي وهو إنجاز جديد بالنسبة للمشجعين نبقى دائما لو سمحت دائما في التتويج باللقب الثامن عشر فريقي الويداد البيضاوي في خرجاتك الإعلامية جونتو شاك مع الصحافة المغربية لم تبدي إحساس أو شعور بتلك الثقة الزائدة بالفوز بالوطلة الوطنية دائما كنت متخوف لم تبدي حماسا زائدا بالفوز بالبطلة هل يعني ذلك كان لديك شك في قدرة التشكيل الويدادية؟ لا لا أظن لم يسبق لي أن صرحت علنا أن الويداد سيكون بطلا لم أقول ذلك بل كنا نعرف ما نصب إليها كما كنا نعرف أيضا صعوبات لكن نتائج منحة اللاعبين ثقة كبيرة ومع تعقب الضوارات أدركنا أنه بإمكاننا الفوز باللقب وبدعم الجماهير حققنا الانتصارات في الوقت المناسب وبنظر إلى محطيات الدوري فإن العديد يقولون أن الويداد يستحق التتويج بالدرع نعم لكن هناك من برر فوز الويداد بالبطولة إلى ضعف المنافسة في الدوري المغرب خصوصا من جانب الفرق التي اعتدناها دائما ما تنافس على اللقب الدوري ونحن نتحدثون عن فرق الرجاء الجيش الملكي المغرب التطواني هل ذلك راجع إلى فوز الويداد بهذا اللقب؟ مستوى الأنذية الأخرى لا يعنينا في شيء مستوى الرجاء ليس مشكلتي ولا كذلك تطوان وهذا ينطبق على الويداد التي كانت ضعيفة في السنوات الخمس الأخيرة وربما عدم مشاركتنا في المنافسات الإفريقية منحنا هذا المستوى لأن الرجاء وتطوان لعبوا الحصوة الإفريقية وهذا الأمر ساعدنا أعتقد أن الموسم المقبل سيكون صعبا بالنسبة لنا حيث سنشارك في العصبة الإفريقية وأعود لما قلته في السابق على الرجاء والمغرب التطواني فهذه الأشياء تحدث في كونة القدم يمكن أن تكون قويا هذا الموسم ومتواضعا في الموسم المقبل ولهذا سنحرص الموسم المقبل بأن نكون في مستوى دموحاتنا وأعتقد أن الرجاء سيكون خصما قويا بالنسبة لنا هذا أي معطا نتوقع الموسم المقبل أن نواجه فريقا قويا لأنه من الصعب أن تكون بطلا لكن من الأصعب أن تبقى بطلا سعود جبل ليس بالأمر سهل لكن أن تبقى في القمة صعب للغاية وهذا هو هدفنا الموسم المقبل مقابل ذلك جون توشاك كان فريق آخر فاجأ الجميع الأمر يتعلق بفريق أولمبيك أخريفج هذا الفريق الذي عاش ظروفا صعبة الموسم الماضي كان قاب قوصيني أو أدنى من النزول إلى القسم الوطني الثاني الآن هو هذا الموسم زحم فريق الوداد البيضاوي على اللقاء هذه الأشياء تحدث في كرة القدم فريق لوسيكا كان نائما في الموسم قبل الماضي وخلال الموسم الموالي استيقظ من زماتها وهذا يحدث في كرة القدم فريق يكون في القمة فينهار في الموسم الذي بعدها وهذا ما حدث مع لوسيكا ولهذا عملنا داخل الوداد على أن لا نعيش حالاتا من السبات لأننا أبطال وسنعمل بجد حتى نبقى في القمة الفريق الكريبي قدم صورة جيدة وكان علينا في كل مرة إزاحتها وأنا سعيد كوننا حافظنا على الصدار وفزنا باللقب وفزنا باللقب ولكن كوريبيا كما قلنا كما قلنا كما قلنا كما قلنا هناك اغتلاف على مستوى عدد الأندية بالدور المغربي هناك 16 فريقا و30 دورة بينما في البطولات الاحترافية 38 دورة إذن عدد الأندية في المغرب قليل ما أثر انتباهي هو التباين على مستوى الملاعب حيث عاينت في بطولة العالم ملاعب بجودة عالية بالنقابل ملاعب أخرى في حالة مزرعة هناك مجهودات تقام وهناك مجموعة من اللاعبين يمارسون خارج المغرب لكن من الأفضل أن يزاولوا في الدور المغربي إن الحمس القروي في المغرب لا يمكن أن تعينه في أي مكان آخر في العالم خصوصا الديربي بين الرجاء والويداد أمل أن يكون بإمكان الأندية الأخرى الحصول على موارد مالية للرفع من أدائها حتى يمكنها حتى يمكنها ذلك من المنافسة على اللقب أتمنى أن الأخرى ستستطيع نعود الحديث عن فريق الويداد البيضاوي سبق لك جون توشاك أنت قد في بعض تصريحاتك الإعلامية غياب أو غياب الانضباط بين بعض اللاعبين الوداديين كيف تغلبت على الأمر؟ حسب تجربتي في كل من إسبانيا وإيطاليا وتركيا يفترض على المدرب كل موسم أن يخصص جلسة يوجه من خلالها انتقاداته العامة للعبين وتحسيسهم بقيمة الانضباط داخل المجموعة لأنه لا يمكن القيام بذلك كل أسبوع حتى لا يفقد مفعوله في مراحل الدور فقد ننضباط بعض اللاعبين مثل حضورهم المتأخر لحصة التدريب وتغيبهم بدون مبارئة بعض اللاعبين يتغيبون عن التدريب ويكونوا من السعب حتى التواصل معهم عبر الهاتف تخيل معي أنا كمدريب أقضي اليوم في إعداد التدريب لليوم المواري ولدي ثلاث مجموعات وكل واحدة تضم لعبين لا يلتحقون بالتدريب هذا يحدث أحترام سواء اتجاهي أو اتجاه اللاعبين وأنا لا أحب ذلك وكان علي إيقاف ذلك لقد عانينا مشكلة الانضباط في الجزء الأول من البطولة وعندما حافظنا على صدارة الترتيب أصبح لدى اللاعبين وعي بالانضباط تحدثت مع رئيس الفريق في الموضوع مرات عديدة وأعطى ذلك تمارها وللحفاظ على هذا الانضباط جلبنا لاعبين شباب للفريق حتى يستوعب ضرورة الانضباط على هذا المستوى وأمل أن الفوز بلقب البطولة سيقوي الثقاء في نفس اللاعبين قطعاً الانضباط له أهمية كبرى داخل النادي أعرف مجموعة من المدربين الأجانب دربوا في المغرب وعانوا من مشكل عدم الانضباط لثلاث لعبين وبعدها يصبح العدد تسعة وبعدها إثنى عشر ويضطر معها المدرب إلى المغادرة ثم يأتي مدرب آخر لأنه من السهل أن تتخلص من المدرب لكن من الصعب التخلص من اللاعبين طيب لو سمع سيد جونتوشاك هؤلاء اللاعبين في الأخير شهادوا ونالوا النصيب من خلال اللقب الثمين عشر لفريق الوداد البيضوي هل لمست أخيراً في هؤلاء اللاعبين اللمسة التي كنت تبحث عنها دائماً هناك مجال لتطور أعتقد أن الانضباط أصبح أفضل الآن وعلينا الاحتفاظ بذلك سواء داخل أو خارج الميدان أعتقد أن الوداد يستحق اللقب بالنظر إلى المصاري الموفق الذي حققه بداية من غشط الماضي فالكل يقول أن هذا موسم الوداد وما علينا الآن هو العمل بجد للحفاظ على اللقب جونتوشاك على مستوى حرصة المرمى وبعد اعتزال الدولي نادر المياغري أفضل كثيرون قلقهم عن هذا الموضوع خصوصاً حرصة المرمى جونتوشاك هل وجدت فعلاً مشكلة في هذا الجانب ظل الناس لشهور يتحدثون حول حاجة الوداد لحارص مرمى لكن كنا واثقين من قدرات أحد خراس الشباب والذي يلعب للمنتخب الأولمبي بالفعل عنينا من الإصابة التي تعرض لها الحارسين مع بداية الموسم وخلال تلك الفترة لم نفوز في ثلاث مباريات على أي مدرب أن يبحث دائماً عن تطوير الأداء سواء على مستوى الحراسة أو الدفاع أو الهجوم هذا السيزن سيكون نحن بخير وخلال إذا تظن في هذا السيزن وأن تظن في الأمور سترى أن الأشياء سيكون بخيراً جون توشاك لهذه المصابقة الإفريقية الآن سنخلض للراحة قبل العودة إلى التداريب والمشاركة في دور أبطال إفريقيا سيشكل لنا ضغطاً إضافياً لكن سنقوم باستعدادات عادية لأن المنافسات الإفريقية سنطلق في نصف الثاني من الموسم الرياضي قمنا بإقام لعبين الشباب بالفريق الأول أفضل القيامة بذلك عوض انتداب لعبين لا أعرفهم أعرف اللاعبين الشباب بنادي جيداً وستتاح لهم فرصة الموسم المقبل لأننا سنلعب مجموعة من المباريات والعصبة الإفريقية سيكون شيء جديد بالنسبة إلي علماً أنني شاركت في كل المسابقة الأوروبية أعلم أن هناك رحلات جوية طويلة وصعبة ولكن نتطلع لتحقيق الأفضل في هذه المسابقة لكن للمسابقة جون توشاك خصوصيات نتحدث عن الانتقال اللعب مع أفريقاء جون توشاك هل لديه أفكار أو نية في انتداب بعد اللاعبين القادرين على المساهمة وتألق في هذه المسابقة رئيس النادي يعلم ما أريد وما نحتاج إليه الموسم القادم فاللعبون الشباب الذين تحدثوا عنهم سيمنحنا الفرصة وسنقوم بانتداب لعبين أو ثلاثة من الخارج وإدارة النادي ستقوم بجلب لعبين أو ثلاثة خلال الأسابيع المقبلة بشرط أن تكون لديهم تجربة فنادي الوداد لديه طاقة شابة وهناك سبعة لعبين رفقة المنتخب الأولمبي وأنا على يقين أنهم سيقدمون الأفضل الموسم المقبل نعم الفرق الآن تعقد مع لعبين إلى حدود اللحظة تعقد مع حارس الدفاع الحسين الجديد زهير العربي ثم لعب شباب أطلس أخنفر اللعب أنجمه ليس لي أي تعليق مدام مسؤولوا الوداد تعقدوا مع اللعبين قبل مجيئ تبعتهم في تداريب وفي المباريات وسنرى مدى تألقهم داخل الوداد فاللاعبين الشباب أعرفهم حق المعرفة وهم يعرفون ماذا أريد فعندما يلتحق أي لعب جديد عليه أن ينضبط لأسطب الفريق اللعب رشيد حسني كان يتميز بمؤهلة كبيرة لكن عند انتقاره للوداد وجه صعوبات كبيرة في التأقلم مع نسق اللعب لكن مجيئه لفع باللاعبين آخرين مثل كارتي للمنافسة والحفاظ على مكانتهم طيب هل أنت مع مغادرة ملك إيفونا للفريق إيفونا أحد اللاعبين الذي انتقدتهم وسط الموسم الماضي حيث كنت أمل حيث كنت أمل منه تقديم أكثر خير أن انشغال إيفونا مع منافسات كأس إفريقيا رفقة منتخب بلاده الجابون كان سببا في تدني المسواه رفقة الوداد لكن بعد عودته من الكأس الإفريقيا استرجع مؤهلاته وتوجه في نهاية المشوار بالفوز بلقب الهدف وهو الآن من اللاعبين المهمين بالنسبة لنا ومن الطبيعي أن تتوجه الأنظار إلى إيفونا كونه هدف للبطولة وإيفونا له علاقة طيبة مع الوداد وأمنوا أن يبقى معنا الموسمة الوحيدة نعم جونتو شاك تحدثت عن بعض الأسماء الشابة للوداد البيضاوي وهذا ما كان يعاب على فريق الفريق الأحمر هل لديك توجه خاص بالاعتماد على لاعبين الشباب من الفئات الصغرى قطعا هذا اختيار مواضح بالنسبة لي وهو الاعتماد على الشباب بدأت رفقة فريق كاردف قبل خمسين سنة وعمري حينها ستة عشرة سنة المدرب منحني الفرصة عندما كان عمري ستة عشرة سنة وهناك لعبين داخل ريال منحت لهم الفرصة وهم شباب مثل حارس كاسياس وغاريت بيل وتشافي أرونسو وهم لعبون دشنوا مشوارهم معي بيل كان عمره سبعة عشرة سنة وكاسياس ثمانية عشرة وأرونسو تسعة عشرة ولهذا أنا من المشجعين للشباب وأؤكد أن عدد من اللاعبين الشباب ستكون لديهم فرصة معي داخل الوداد الناس تهلل لإنجازاتك هذا الموسم وتطلب منك التقاط الصور وتوقيحات وربما نفس الناس ينتقدونك الموسم المقبل وهذه هي قوة القدم لكن لدي رؤية واضحة بخصوص ما هو مفيد بالنسبة للوداد سأعتمد دائما على الشباب وسأمنحهم الفرصة إذا قدموا ما أريد سأدعمهم أكثر من أجل اللعب للفريق الأول وأنا على يقين أننا سنبلغوا الهدف لكنهم سأعود بخصوص وأننا سأعود أننا سأعود بخصوص نعم جون تشاك هناك ظروف عديدة ساهمات في تتوجي الوداد باللقب أو بدرع البطالة الاحسلافية نتحدث أو حتى لا ننسى الجمهور الجمهور الودادي الذي أعجبت به وقلت في إحداث صرحتك لوسائل الإعلام الإسبانية للوداد جمهور لا يمكن أن نجده حتى في إنجلطيرا قطعا هذا صحيح عشنا موسيما رائعا أعرف أن الأمر لم يكن كذلك خلال السنوات القليلة الماضية حيث كان عدد الجماهير لا يتجاوز عشرة آلاف متفرج ومستوى الفريق لم يكن جيدا أما هذا الموسم فقد كنا محبوظين بالصدارة وبالفوز باللقب وحظينا بدعم جماهيري كبير وأمل أن يصمر هذا السنب الجماهيري الموسم المقبل كما أطلع من الجمهور الودادية تقديم الدعم للفريق في الصراء والدراء وحينها تظهر الفئة الحقيقية المشجعين الموسم المقبل سنكون أمام امتحان صعب كون كل فريق سيحاول هزم البطل كما ستكون محب حاسم للعيبين الشباب لهذا نريد معرفة المساندين الحقيين الموسم المقبل لأنه سيكون موسما سعبا طيب أخيرا جون توشاك تعرفت على كرة القدم المغربية مدو الزمن بعيد عندما دربت نوردينالنيبس في دي بورتيفو الكورونيا جمال السلام كذلك في بيشكتاش التوركي تعرفت كذلك على مصطفى حجي ولاعبنا كوتور هل التقيت به أولئي اللاعبين دربت عدد من اللاعبين لكن على مستوى المقارنة فإن نوردين نايبت يبقى من خيرة المحترفين الذين دربتهم عندما جئي إلى المغرب تحدث معه وقال لي أنه إذا أنهيت الموسم في المركزين الثاني أو الثالث سيكون الأمر جيدا فأجبته أنني أبحث عن الفوز باللقب من جهة جمال السلامي الذي دربته في توركيا وهو اليوم مدرب ناجح حدثني عن البداد وقدم لي مجموعة من النصائح التي أشكره عليها طيب آخر كلمة أو رسالة تريد جون توشاك أن توجهها لجمهور الوداد البيضاوي لجمهور المغربي من خلال تجربة الأولى مع الأحمر المغربي هناك تشجيع مساندة متميزة الجماهير ولا ينحصر ذلك على الوداد والرجاء والفتح والجيش والكوكب المراكشي وكما تعلم فريقك لا يمكنه الفوز كل أسبوع من السعر تجيئ فريق ينتصر كل مباراة لكن المشجع الحقيقي هو الذي يسند فريقه في حالة الفوز والتعادل والهزيمة وكما قلت سابقا سنواجه الموسم المقبل موسما صعبا بالنسبة للوداد وكذلك بالنسبة للعبين السعيدين بالنظر إلى المنافسة الإفريقية لأننا أبطال المغرب وكل خصم يرغب في هزم البطر لهذا يجب أن يدرك الجمهور أن الموسم القادم هو موسم كبير للوداد وكبير للمشجعين ونجحنا رهين بوجود دعم جماهيري كبير جونت تشاك شكرا جزيلا لك ومبروك التتوج بالبطالة الاحسرافية شكرا جزيلا الشكرا موصور إليكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وأذكركم دائما بعنوان بريدنا الإلكتروني بالوادح أروباسك الريادية بوين كوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة